ما مدى الشيوع اكتئاب ما بعد الولادة؟ يصاب 10% بشكل عام من الأمهات الجدد باكتئاب ما بعد الولادة ولكن أظهر إحصاء أجري قبل سنوات قليلة أن النسبة قد تكون أعلى بكثير حتى أن 27% من الأمهات الأطفال دون السنة الأولى من العمر يخدعن لعلاجات ضد اكتئاب ما بعد الولادة ليس اكتئاب ما بعد الولادة شبيها بالشعور بالحزن والتعاسى تشعر الأم الجديدة بهذه الأحاسيس بعد يومين من وضع طفلها فتنتابها رغبة في البكاء وتشعر بالقلق الدائم على طفلها وعلى نفسها وكذلك بالتوتر والإرهاق وأنها على حافة الإنهيار وقد تكون التغييرات الكبيرة في مستويات الهرمون التي تظهر بعد الولادة هي المسؤولة عن هذه الأعراض لكن هذه الحالة تختفي في خلال يوم أو يومين متى يبدأ اكتئاب ما بعد الولادة؟ يعتبر اكتئاب ما بعد الولادة أخطر من حالة الحزن والتعاسى فبينما تتخطى الأمهات المصابات بهذه الحالة الميل الدائم إلى البكاء ويفرحن مجددا بالطفل هن يزداد الشعور بالقلق والتعاسى عند الأم المصابة باكتئاب ما بعد الولادة ربما لأنها كانت مكتئبة قبل ولادة الطفل واستمرت في ذلك بعد وضع مولوزها بالنسبة إلى بعض النساء يظهر اكتئاب ما بعد الولادة بعد أسابيع وحتى أشهر من ولادة الطفل وبينما تكون هؤلاء الأمهات سعيدات بأطفالهن إذا بهن يصبنا بتدريجيا بالاكتئاب حتى يبلغنا حافة الانهيار إليك لائحة بأكتر الأعراض تشهرا قد لا تكونين مصابة باكتئاب ما بعد الولادة إذا كنت تعانين أحيانا من بعض هذه الأعراض خصوصا أن خطوة الأمم تشكل مفترقا حاسما في حياة المرأة عاطفيا وجسديا وقد تختبرين الكثير من التقلبات لكن عليك استشارة طبيبتك إذا كنت تعانين دوما من الكثير من الأعراض المذكورة قد تشعرين بما يلي التعاصى معظم الوقت خصوصا في الصباح أو المساء أن الحياة لا تستحق العناء وأنك لا تملكين أي حافز للمضي قذما الذنب والاستعداد الدائم للوم نفسك سرعة الانفعال والغذب إذا أزوجك أو أطفال آخرين رغبة دائمة في البكاء العجز عن الاستمتاع بالأشياء أنك فقدت حس الفكاهة أنك عاجز عن تدبر الأمور والتعامل معها القلق الكبير على طفلك فتلجأين دوما إلى الأطباء لطمأنتك بأنه بخير القلق على صحتك والخوف من أن تكون مصابة بمرض مرعب عدم القدرة على التركيز أن طفلك غريب عنك كما قد تعانين من انخفاض مستويات الطاقة اضطرابات الداكرة صعوبة في اتخاذ القرارات فقدان الشهية أو الشراهة فيزداد وزنك اضطرابات في النوم بما فيها صعوبة الاستيقاد صباحاً هل من المرجح أن أعاني من اكتئاب ما بعد الولادة؟ لم يتوصل الأطباء بعد إلى سبب إصابة بعض النساء باكتئاب ما بعد الولادة دون غيرهن ربما تجعل الكيمياء الحيوية في الضماغ بعض النساء عرضة للاكتئاب دون سواهن إلا أن بعض المواقف تزيد خطر الإصابة بالاكتئاب ما بعد الولادة على سبيل المثال إذا عانيت من إصابة سابقة بالاكتئاب إذا كنت مصاب بالاكتئاب خلال الحمل إذا عانيت خلال وضع تفلك إذا فقدت أمك في صغرك إذا لم يكن لديك زوج يمدك بالدعم أو عائلة بقربك إذا ولدت تفلك قبل الموعد المتوقع أو إذا كان ضعيفاً إذا كنت تعانين من مشاكل عائلية أو مشاكل سكن أو اضطرابات كثيرة في حياتك كفقدان زوجك وظيفتك أو موت أحد أفراد العائلة العقاقير تتوفر عقاقير ممتازة تساعد في حالة الإصابة باكتئاب ما بعد الولادة وهناك معلومة خاطئة بأن مضادات الاكتئاب تؤدي إلى الإذمان هذا ليس صحيحاً المشكلة الوحيدة في هذه العقاقير أن المريضة لا تتناولها بشكل مناسب عليك تناول دوائك في الموعد المشاري إليها ولن تشعر بالتحسن إلا بعد مرور أسبوعين على الأقل لا تستسلم وترمي الدواء لأنك تعتقدين بأنه لا ينفع فهو يحتاج وقتاً ليظهر مفعوله في جسمك وعليك أن تتناولينه لمدة ستة أشهر إذا توقفت قبل ذلك ستصابين على الأرجح بالاكتئاب مجدداً العلاج عن طريق التحدث عن المشكلة سترتاحين ما أن تتكلم عن مشاعرك مع شخص يتفهم ما تمرين به من شعور الاكتئاب كما يمكنك اللجوء إلى زوجك أو صديقتك الحميمة لكن لا تنزعجي إذا لم يتفهم جيداً معاناتك ما الذي يمكن للصديقات والعائلة فعله؟ إذا عانت ابنتك أو أختك أو صديقتك من اكتئاب ما بعض الولادة ستتفاجئين كثيراً بالتغير الذي يصيبهن وقد يدفعك هذا إلى الشعور بالاكتئاب مثلهن تماماً من الأفضل أن تشتشير الطبيبة التي عالجتهم كي تشرح لك حيتيات هذا المرض وتنصحك حول نوع الدعم الذي يمكنك أن تمنحيه لأي منهن حين تفهمين أن المشكلة حقيقية وأنه يمكنك المساعدة في هذا الإثار ستتحسن حالتك كثيراً ويمكنك أن تشرحي للصديقات والأقرباء أيضاً عن هذا الموضوع وما يمكن فعله للمساعدة تذكر دوماً أنها سوف تتحسن مع الوقت إذا كانت ابنتك أو أختك أو صديقتك تعاني من اكتئاب ما بعض الولادة إليك ما يمكنك فعله أحرص على أن تتناول أدويتها كما وصفها الطبيب أو استحبيها لزيارة الطبيبة إن لم تكن سعيدة من نتائج تناول العقاقير شجعيها على التحدث مع طبيبتها بشأن علاجات بديلة رافقها إلى الطبيبة إذا كانت مترددة في الذهاب واحدة أو ترفض من الأساس لا تضغط عليها كي تخرج من محنتها لأنها كانت ستفعل لو أمكنها ذلك ساعديها في الأعمال المنزلية وفي العناية بطفلها لكن لا تأخذ الطفل كاملاً على عاطقك ابقي معها إذا كانت تخاف البقاء وحيدة ذكريها ذوماً بالجانب الإيجابي وأن نتائج العلاج ستؤدي تمارها حاول اتباع نظام غذاء صحي إذا كنت تعانين من فقدان الشهية فإن تناول وجبات صغيرة ومنتظمة هو الحل الأفضل لتخطي هذه المشكلة الفطور هام جداً حاول تناول كثير من الأطعم الغنية بالكربوهيدرات لتزاود بالطاقة مثل الخبز والألياف والماكرونا والأرز والموز والكثير من الفواكه والخضر الطازجة وإذا كانت الشوكولاتة تفيدك فتناولي قطعة منها لكن لا تفرط في تناول الشوكولاتة والحلويات طوال اليوم حاول الحصول على قسط وافر من الراحة نام إذا استطعت والصرخي وخذ قيلولا إذا عجزت عن النوم إذا اهتم أحد بالتفلك في الصباح أو بعض الظهر أخلذ إلى الفراش وتناولي مشروباً ساخناً وضع الموسيقى الهادئة والصرخي لا تقصي على نفسك فأنت مريضة وبحاجة إلى بعض الوقت لتتعافي لا تتقلي كهليك بمهمات غير ضرورية وأجل القرارات المصيرية أو المهمات رفيه عن نفسك سوف تشعرين بالتحسن مع الوقت من المحتمل حدود ذلك لأن الإصابة سابقاً بالإكتئاب تشير أحياناً إلى إمكانية الإصابة بهذه الحالة مرة أخرى إلا أن العديد من النساء التي عانينا من إكتئاب ما بعد الولادة لا يكرر هذه التجربة مع طفله النتالي يمكنك على الأقل وضع خطة خلال حملك التالي حول كيفية التصرف في حال أصبتي بإكتئاب ما بعد الولادة وستكون هنا أكثر قدرة على معرفة الأعراض واللجوء مبكراً إلى الطبيبة ليس هناك طرق وقايا فعالة وأكيدة لكن الدعم الذي تتلقينه أثناء الحمل سيزودك بالقوة والتقى والتقى بعد الولادة لذا إذا كنت حاملاً مرة أخرى أحرص على قضاء أشهر الحمل التسعة في الاعتناء بنفسك وقبول كل أشكال المساعدة والانتباه إلى لياقتك وخفض مستوى التوتر يعتقد بعض الأصباء بأن حقن الأم بهرمون البروجسترون بعد وضع طفلها يؤدي إلى تخفيف مخاطر الإصابة باكتئاب ما بعد الولادة ليس هناك ذليل على ذلك لكن قد تشعرين بأنك تريدين المحاولة استشير طبيبتك للحصول على معلومات إضافية بهذا الشأن شكراً على المتابعة راسلونا بملاحظاتكم واقتراحاتكم ولا تنسوا الاشتراك على قناتنا حتى تتوصلوا بجديدنا لكم منا أطيب المنا وموعدنا في استراحة واستفادة جديدة